بتكليف من قبل مجلس الأمة واصلت اللجنة الصحية نظرة في التحقيق في قضايا وفاة المواطنين عبدالعزيز الرشيدي وحنان العدواني ونوال الكندري حيث تبين للجنة وجود بعض التناقض والقموض بين أراء وزارة الصحة ووالد المتوفي الرشيدي من حيث ملابسات وفاته في اجتماع سابق استمعت اللجنة لفادات وأقوال والد الطفل المرحوم عبدالعزيز الرشيدي وتبين اللجنة وجود بعض التناقض والقموض بين أراء وزارة الصحة ووالد المتوفي لذلك اجتمعنا اليوم بحضور وزير الصحة والمعنيين في الوزارة وبحضور والد الطفل المرحوم عبدالعزيز الرشيدي لقناعة اللجنة أن الوصول إلى المعلومة الصحيحة يكون بحضور الطرفين وقد استمعنا إلى تفاصيل وتبريرات ومواقف الطرفين حيال حادثة الوفاة وقررت اللجنة أن تدعو في الاجتماع اللاحق وزارة الصحة لمواجهتهم بإفادات ذوي المرحومتين حنان العدواني ونوال الكندري بحضور ذوي المرحومتين هذا وطالب عدد من النواب بمراجعة إجراءاتي وضوابط وزارة الصحة في كشف الأخطاء الطبية واضح أن من النقاش اللي صار ما بين نوافق الرشيدي وما بين الحكومة واضح أن هناك حصل المال واضح أن الصحة ما هي مقرة أن هناك خطأ طبي أنا أسأل وأقول ليه يعني ما في يوم من الأيام قررت وزارة الصحة في خطأ طبي نحن مو عارفين يقولون شفافية ونهج جديد وحكومة ما عمرنا سمعنا أن الصحة تم يعني إيه يديننا في صحة بالنسب ما فيه من جهة أخرى ستتقدم اللجنة الصحية بطلب تمديد تكليفها في دراسة أثر استخدام شبكات اتصال الجيل القامس الفايف جي على البيئة والصحة العامة لمدة ثلاثة أشهر ليترفزون المجلس طارق السهو